مفيش نوم مفيش صار مفيش فرصة تعمل اي حاجة في حياتك وده في حد ذاته شيء كويس يعني ليه بقى لان انت بيبقاش عندك فرصة انك تكتائب فقال لوحدك كده تكتائب مفيش فرصة مفيش ده وقت ده خالص نهاردة تصوير الفيلم ان شاء الله انا هروح ان شاء الله تصدم بازن الله مش عارف اي حاجة مش عارف لي حس انه النهاردة السبت مع انه الاربع كده الدنيا فاضي خالص غالبا لو لسه في مشكلة في المايك فانا مش عارف احلها وما فيش وقت ان انا اشتري واحدة او اي حاجة انسامحوني عندنا معادلة كده في شارع فيصل لو نزلت متأخر هتوصل اسرع ولو لو نزلت بدري هتوصل متأخر يعني معادلة صعبة جدا الازاز اللي هو بيبص على الشارع هبقى حلوة اوي عشان بنبص من دور تاني كمان اه احنا طلعين اشتري صنع جينا يا دوتس الصبح بس ايا بالليل صباح خير يا انس صباح خير يا صعبية عموة هاستعمل الفلوغ مع حاجم ولا لأ اهه في حال انت جيت وقلت لي يالله يا عبد الله نعمل الفلوغ وقلت يا فلاح قلت لك يالله يا عبد الله كيب نا مش اولك يالله يا عبد الله يالله يا انس ناقر يالله بينا هنطلع ناخد اول اول مجنوع يالله بينا يالله بينا يالله بينا everything above you I need you i trust you i can't do without you my lord i will never put anything above you اشتركوا في القناة 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 هو طبعا مفهود ما تخرجش برا الشوتلست اللي احنا قلناها مبارح اللي هي المشاهد اللي هي بالوصف التاحها بنوع الكاميرا بمدتها بس ممكن يجيلك مشهد خارجي فاين المشكلة لما اضيفه في نفس الوقت بقى يعني الايزو والشاطر وكل ده كل ده احنا كنا بعملين نقرأ عنه ونعرف عنه لا في اللوكيشن بتشتغل بيدك وبتعرف اه ده الزبط ازاي فانت لو مستصعب الكلام ومستصعب الشرح اللي احنا قلناه قبل كده والادوار كل حاجة في اللوكيشن بتبقى منظمة اكتر ومعروفة اكتر وما بتشتغل بايدك بتفهم اسرع بكتير فانت ده بقى في اي حاجة عموما يقعد يتحكيلك عن كذا مجال كتير وتسمع من الناس عن كذا مجال بس انت عمرك ما تفهم ومش هتحس باللزة غير لما تجرب التجربة وتفشل فيها عادي هاي المشكلة فانت ممكن ممكن اكون اشتغلت سلزة فترة طويلة جدا وبعد كده اشتغلت في الكتابة وفي الاعلانات ممكن لما تمسك مجال جديد لا تلاقي نفسك شاطر فيه طب انا ليه مكملش وبعدين اتلاقي عندك مهارات وحيتت كده اضافية طب انا اكمل فيه ده اللي انا حسيته النهاردة والله فكان اه عموما لسه الكورس مخدسة الفلوغ ده يبقى كواليس الفيلم اللي احنا هنعمله ان شاء الله هتشوفوا الفيلم الفاينال لما في الفلوغ الاخير ولسه بكرا المفروض هنيجي هنا اه نعمل المنتاج انا اخد كده بيزيكس عن المنتاج برضو هدهها لكم ان شاء الله وممكن بحطي الخليتشانل زي كمان اللي انا بتعلم منها بكرا ونعمل المنتاج للفيلم وبعد كده نعرض الفيلم النهائي احد اشوف المنتاج ابقى س excuse انا بميزيك اه